اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا اشتركوا في القناة 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 لقى السلام يا علي من كفلك المعتبي ربيتني علمتني كل جميل تقيمي ومنك لست جانبي ربيتني كل جميل تقيمي ومنك لست جميل تقيمي ومنك لست جميل تقيمي ربيتني علمتني كل جميل تقيمي ربيتني كل جميل تقيمي ربيتني كل جميل تقيمي ربيتني كل جميل تقيمي ربيتنيه ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر ربنا تقبل منا إنك عزت سبيع العليل ربنا تقبل منا عزت سبيع العليل محاولة تقبل منا عزت سبيع العليل فهد ذلك عزت سبيع العليل إننا فأأنا نحن أكثر من الأسلام من الأسلام على تلك النزاح من الأسلام من الأسلام من الأسلام من الأسلام المترجم للقناة 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 السلام عليكم المترجم للقناة 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 مهي البسمة له الرجال لا تفضل بسم الله الرحمن الرحيم في أي أوقات تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أول سورة أو في أول الأكل ماشاء الله ماشاء الله بارك الله بك تفضل الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم سلام ورحمة الله وبركاته قرأنا سرعا من يتبين نصر محمد صلى الله عليه وسلم اسمي اسمي نصر الله عزاور عبدالله قوى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشف بن عبد المنافه بن قصيف بن قلابه بن مره بن قابه بن لؤيه بن قاله بن فهر بن كنانته بن مدركته بن إلياسه بن مضره بن نزاه بن عدنا إلى نبي الله إسماعيل بن قليل إبراهيم عليهم السلام من يتبين نصر محمد صلى الله عليه وسلم من يصر؟ نعم مفضل نعم أسؤالي قرأنا تصير القرآن سوة العصر ما من العصر؟ السورة وقت صلاة العصر من يأتي معنى صلاة العصر؟ من يأتي معنى صلاة العصر؟ أقسم الله تعالى بالعصر إن الإنسان لفي قسارة إلا المؤمنين يعملون الصالحات الرسولة سوة العصر السورة في صفحو سوة العصر لعصر المنسى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي فاطمة محفوظ اسمي بيوبو بنت أحمد بن سليمان الحنائي نحن في صف الحامس وقفنا أمامكم لنرشدكم مسائل الحيض والنفاس الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأمبياء والمرسلين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى بعد عوم بالله من الشيطان الرجيم ويسألون كان المحيث قل هو أذى فعتزلوا النساء في المحيث ولا تقربوهن حتى يتهرن فإذا تتخين فأجوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين والسلام عليكوهن من عizard ويحب التوابين وقفتزون أمركم على أهل ويشي yes Na mnagani ya kuhishi na wanawake wanapukua katika hali hii ya hezi na nifasi Umuhimu wa hezi na nifasi Hakika hezi na nifasi mechukua umuhimu mkubwa katika maisha ya mwanamke Katika upando wa kidini na kiupando wa kidunia Katika upando wa kidini, hezi meambatana na maswala ya nguzu za kislam Kama vile sala, funga na kuhiji Hakika mwanamke hakiwa katika hali hii ya hezi na nifasi Hatakiwi kuswali, kufunga, wala kutufu kaba Vile vile hezi na nifasi meambatana na maswala ya talaka Eda, mamba kubalere, kusoma kurani na vile vile kujamiana Katika upando wa kidunia, hezi ni alama ya muanzi ya kusimama kwa kizazi cha mwanamke Na vile vile inashiria kuwepo na kuto kuwepo kwa uja uzito Hivo, mwanamke anawajibu wa kujifundisha elimuhia hezi na nifasi Kwani ni muhimu kwa ke na humsaidia kuhukumu vitu kwa mujibu wa ilmu Na siyo kwa mujibu wa kusikia au kuambi watu Aina za damu Kuna aina kuu tatu za damu Kuna damu ya hezi, damu ya nifasi na damu listihava Mwanamke anawajibu wa kuzijua damu hizi tatu Na kueza kuzipambanua na kujua kila hukmu ya damu hizi Kuwanzia na damu ya hezi Damu ya hezi ina hukmu yake Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Inna hatha amrun katabahu Allah wa ala banati adam Hakifa jambuhili Allah subhanahu wa ta'ala Amewafaradhishia mabinti wa adam Na hii pia ni sababu ya kusema Kwa nini wanaume haupati hezi Kwa sababu jambuhili Allah amelifaradhisha Kwa mabinti wa adam na siyo wanaume Allah amejalia kutoka kwa damu hiko mwanamke Husaidia kukuoka mtoto katika tumbo la mzazi Kama anafusema Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi min ashshaytani rajeem Walakad khalakna linsan min salalatim min ati Thum jajalnaahu fi qararim makin Thum khalakna annudfata alaqata Fakalakna lalakata mudhata Fakalakna lalakata mudhata Fakalakna lalakata mudhata A'udhu billahi min ashana Fakasawna lalakata mudhata Fakasawna lalakata lakama Thumma anshannaahu khalqan Fatabarakallahu ahsana lalakata Aya kuminambili ya kumin сиг una kuminane Suratul mu'minun inenizya Na mnagani Allah subhanahu wa ta'ala Ameweza kumuumba monadamu katika tumbolamza ziwake Kwa pandela damu Sahabu ya kushusho kwa damu ya hevi Utagiuliza Ashita kwanini Allah subhanahu wa ta'ala Ajaliye kushuka kwa damu hii ya hevi Ni kwa sababu ya kifuatayo Ikiwa Allah subhana huwa taala Hajajalia kutengenezeka kwa mtoto katika tumbo la mzazi wake Basi damu hile ingekua niziada na mauthi kwa mwanamke Na vile vile ule ni uchafu ambao natakiwa utolewe njia mwili wa mwanamke ili kuengeza afya yake Vile vile kuna venye kufuatilia damu Venye kufuatilia damu huu ni uchafu na utoka kutoka katika fuko la mzazi Inatolewa nje pindi mwanamke anapomaliza hezi au yuko tuhara Uchafu huu umewaganyika maratano Kuna asufra, alikudra, ala alaka, ataria na ataya bus Uchafu huu nasifatufauti Uchafu huu unaweza kuwa rangi ya manjano Uchafu huu unaweza kuwa rangi nye upe kuenda nye usi Uchafu huu unaweza kufanana na rangi ya mchanga Inategemea na afya mwanamke Uchafu huu una hukumu kuumbili Uchafu huu Ukitoka kwa mwanamke Hali ya kuwa yuko tuhara Basi hukumu yake itakuwa tuhara Na hana haja ya kujitoharisha Ile endele na ibadazake Hukumu yake apili Uchafu huu ukitoka Baada ya mwanamke kumaliza hezi Basi hukumu yake itakuwa ni hezi Atatakiwa kusubiria masaa 24 Ili ajitoharisha au auge Vile vile tunatakiwa kujua sifa za hezi Ili kutofautisha hezi na dam zingine Hezi ni dam nyeusi Nzito Yenye harufumbaya Inayotoka yenyewe kutoka katika utupu wa mwanamke Alie balere Mbaka pale atakapofikia umri wake Wa utasa Katika hali yake ya afya ya mwanamke Uchachi wa siku za hezi ni siku tatu Na wingi wake ni siku kumi Ikitoka chini ya siku tatu Basi hiyo siyo damu ya hezi Na vile vile ikizidi siku kumi Hiyo itaitwa istihava Au damu ya ugonjwa Alama za kutoharika Mwanamke atajijuaje kwamba mimi ni tayari Sasa naweza kujitoharisha Kuna alama kuu mbili Kuna alkusu wa tubaivaa na aljufuf Alkusu wa tubaivaa Haya ni maji meupe sane Yenautoka katika fuko la mzazi La mwanamke Ili kumjulisha sasa yupo tayari kujitoharisha Na tayari amemaliza hezi Na vile vile kuna aljufuf Aljufuf ni kukauka mahala Pasehemi ya hezi Ili kumjulisha mwanamke Kwa mba yupo tayari kujitoharisha Na isharahizi zikionekana Sasa mwanamke atarusiwa Kuendelea na ibadazaki kama kawaida Na vile ya kuwacha Na mimi ni tiongelea kuhusu ni pasi Ni pasi ni damu ambayo Inatoka kwa mwanamke Baada ya kujifungua Sawasawa mtoto akiwa metoka Kamili kiumbile lake Au asawa metoka Sio kamili kiumbile lake Mwanamke atahendelea na ibadazaki zote Kama kuswali, kukunga Na ibadambali mbali Mpaka baada ya sehemu ya mtoto Iyante kuchoka Dipo atajihesapia kuwa ananifasi Nifasi inasiku zake Uchache wake ni siku kumi Na wingi wake ni siku arubaini Inaweza ikawa siku ishirini Nachano, ishirini na nne, kumi Au zaidi ya hato Ila hazizidi arubaini Na sio lazima zipike arubaini Mwanamke akisha ona Vyashiria vya kumaliza nifasi Atajitaharisha Hata kama ni siku kumi Kuminachano Si lazima nifike siku arubaini Vyashiria vya kumaliza nifasi ni Aljufuf na alqusa chubayza Sawa sawa na vile vya hezi Aljufuf kama aligo sema Ni madi mewpe sana Yana utoka kwenye utoku wa Mwanamke Mwanamke akisha ona Aljufuf au alqusa chubayza Atajitaharisha na kwendela na ibadazake zote Na asipofanya hizyo Atahesabi wa kuwaye ni tarifu sala Yani muachadi wa sala Na Allah subhanahu wa ta'ala Atamuazibu kwa sababu ujinga Hawna nafasi katika dinietu Wahada salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Mereka salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Na hai talibatuhu Na hai talibatuhu Filsap al-5 ووقيتني شر الغيار فإذا ألم بيضنا حل الأسابق والسهر تجعو الطبيب ولا تنيه حتى يجاوزني الحضار وأبتني العلم الذي هو كنز مال المتخر وتظل تعمل في الهيات حاضري والمنتظر هذه عوالي فكالإنسان وكل كأيكي كاللغان يا يا أبي لإمان علي عرده عند القبر كم يا أبي لك ميدي عندي وكم لك من أثر كم يا أبي لك ميدي عندي وكم لك من أثر و هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونطرح بعض الأسئلة إليهم وننتظر الإجابات إن شاء الله ونبدأ عن معادة التوحيد التجويد عرف التجويد لغة والصلاحة عرف التجويد لغة والصلاحة الإجابة عرف التجويد لغة والصلاحة أيه أيه ما يجيب عالية التجويد لغة التحسين والصلاحة إعطاء كل عرف هقه ومستهقه من مخرج وصفة وغنة ومد وتركيك وتفغير وغير ذلك من أهكام التجويد عرف نفسك اسمك عالية بيتمان بنت عيسى بن سليمان أيها السؤال الثاني السؤال الثاني السؤال الثاني ما هي ثمرة تعلم علم التجويد ما هي ثمرة تعلم علم التجويد من يجيب؟ من الذي يجيب؟ أيها نعم عرف نفسك اسمك اسم مكتال بن فهم ثمرته صون اللسان عن الهطع في كلمات القرآن الكريم أيها السؤال السؤال الثالث السؤال الثالث ما فضل ما فضل علم التجويد ما فضل علم التجويد ما فضل علم التجويد الإجابة لفضلكم الإجابة إسمي رغد عبد الله بن محمد إنه أشرف العلوم وأفضلها لتعلقه بأشرف الكتب وأفضلها ألا وهو القرآن الكريم أيها السؤال أيها ننتقل إلى معدة النحوة إن شاء الله عرف النحوة لغة واستلاحا عرف النحوة لغة واستلاحا أيها عرف نفسك أنا اسمي آمر بن محمود نحو لغة نحو لغة أنا اسمي انتسار بنت علي أنه لغة القص لا شيء والميل إليه والسلاها هو علم بوصول تنرف بها أهوال الكلمات من هيخ العراب والبنان حيوة خلاص أيها وننتهي هنا إن شاء الله نحو لغة واستلاحا وعلى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحو لغة واستلاحا نعم, تumeona hapa كونية تجوي لكن كونية نحو يمereزewa بادي يمامbo hapa ambayo وenda يكا تupite ومانا هاتو يجوي اي وende kawa ni moja ya sababu ya wewe ambayo فهم ukatapta sababi وفهم ها يمامbo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام عليكم وعليكم السلام عليكم نحن طالبات في صف الخامس الابتدائي نريد أن نقص عليكم هذه القصة بين الأب وبنا وصائب اللحم اسمي سليمان بن أصباب بن سعيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي آلي العليم آلي إليك اسمعي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتني ناصر عزان ناصر الغطرة يا سليمان نعم يا أبي تعال أبنا حسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف هذا؟ أنا أبقى الحمد لله كيف أنت يا أبي؟ أنا أبقى الحمد لله ماذا تريد يا أبي؟ أريد أن تضرب إلى السوق وتستري لي أجل أكضاء من اللهم حسنا يا أبي حسنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبي هذا تريد هذا تريد أريد أجل أكضاء من اللهم وهو الإسان اسمي يا ولد هذا يا ولد هذه النقود شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبي هل وجهت لها؟ نعم وجهتها هذا شكرا يا أبي وماذا تريد يا أبي؟ أريد أن تذهب إلى السوق مرة ثانية وتستري لي أكضاء قطعة من اللهم حسنا يا أبي حسنا هذا النقود السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبي ماذا تريد؟ أريد أرض قطعة من اللهم وهو الإسان اسمي يا ولد حسنا هذا النقود هذا النقود شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبي هل وجهت اللهم؟ نعم وجهتها هذا شكرا يا أبي هل أبي وماذا تريد؟ اسمي يا أبي هل ليس سؤال يا أبني؟ هرسنا لما تغبت لسانا في الهالة بينه؟ لأن اللسان إذا كان صادقا فهو أجل شيء في الإنسان فاللسان الصادق يرضي الله أما إذا كان كاذبا فهو أفضل شيء في الإنسان فاللسان كاذب يغذب الله شكرا يا ابني ويجب أن نكون صادقين لأن الصلق طريق الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصلق يهدي إلى الدر وإن الدر يهدي إلى الجنة وإياكم بالكذب فإن الكذب يهدي إلى البجور وإن البجور يهدي إلى النار حسنا يا أبي لنذهب يا ابني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته أنا طالب في صف الخامس في معهدي المسبح الإسلامية أريد أن أصح عليكم هذه القصة بلغة الصائلية بين الأبواب نو وصائب اللحم أرسل الأبواب نو إلى السوق علمتو ما باب مناك ونسقاني وطلب إليه أن يشتري أجول قطعة من اللعب ناكنتاكا مليكبن جذور سنة نيامة فذهبا واشترى له لسانة أكايننا كم نولي أوليني 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 لأن الصدق طريق الجنة أول من وضع اللبنة الأولى في علم النحو نعم فضلي أول من وضع اللبنة الأولى في علم النحو هو أبو الأسود الدؤلي ممتاز سؤال الثاني للبنين من الذي أمر أبو الأسود الدؤلي لكتابة علم النحو فضل يا سليمان أول من أمر أول من أمر الأسود الدولوي دؤلي على علم النحو هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب نعم سؤال الآخر بالنسبة للزمن كم شروط الكلام وما هي كم شروط الكلام صاحبة النظارة شروط الكلام أربعا وما هي وهي أن يكون لفظا أن يكون مرتكبا أن يكون مفيدا أن يكون بوزن عربي هل من الممكن أن تخرج لنا مثالا واحدا لكلام مفيدة نعم إنما الأعمال بالنيات إنما الأعمال بالنيات جيز منتازة بارك الله لكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنت سميزة باركة والسلام عليكم ورحمة الله خيرا في الدنيا والسلام عليكم وبركاته المصباح نور اليقين سؤال الأول المصباح نور اليقين نعم المصباح نور اليقين المصباح مضاف نور المضاف واليقين المضاف إليه نور المضاف واليقين مضاف إليه جيد الحلم سيد الأخلاق الحلم سيد الأخلاق عين المضاف والمضاف إليه سيد مضاف والأخلاق المضاف إليه عالج عيني القصة عالج عيني القطوة القطوة نعم عيني مضاف والقطة مضافة لك سؤال الثالث سؤال الثالث ماذا نفعل إذا أردنا نداء ما فيه آل ماذا نفعل إذا أردنا نداء ما فيه آل يعني الإسم الذي فيه آل نعم فضل إذا أردنا نداء ما فيه آل أتي بكلمة أيها للمذكر وأيتها للمؤنم جيد أعطي المكرافون لسباحة الشيخ يوسف كي يسألهم بعض الأسئلة للحديث نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا إسمي يوسف عبد الله عيسى مترس مصطلح الحديث في الصف الخامس بنون أو البناج عندي سؤال أسأل هؤلاء كله عرف مصطلح الحديث أولا أهو مصطلح الحديث نعم وعلم الذي يعرف به خال الرائي والمروي من حيث قبول أو الراد سأت معرف الرائي والمروي الرائي والمروي أجاوه هو ما يسلق أجاوه هو ما يسلق من الحديث بإثناله ما هو الرائي أجاوه ما يسلق من الحديث بإثناله رائي أهو الرائي ما يسلق من الحديث بإثناله سواء كان رجلا أو امرأسا والمروي ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم أو إلا غيره أحسنت نعم ما بان الحديث لغة وصلاحا للرجال الحديث لغة وصلاحا الحديث لغة جديد وصلاحا ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وص أحسنت أحسنت نعم من يأتي المثال الحديث القول القول مثال القول نعم قول النبي صلى الله عليه وسلم يا عمر بن أبي سلم يا غلام سمي الله وقل بي أمينك وقل ما يري من يأتي المثال للفعل الحديث الفعل أحا نعم عن عثمان بن عطان قد الله عنه أنه داع بوضوء فأبرغ على يديه من إنائه فغفلهما ثلاثة ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمغمض واستنشق واستنشق ثم غصل وجهه خلاثة ويدين إلى المرققين خلاثة ثم مسه برأسه ثم غصل كل رجل تلاح ثم قال فأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوفى نحو وضوه خاص حسنت إن شاء الله طيب من الذي يأتي المثال معنا التقرير النبي صلى الله عليه وسلم تقرير حضار عائشة نعم يا عائشة عائشة التقرير سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن إنكار قول أو فعل حصل في حضراته أو حصل في غيابه وعلم به ونعم يعتبر تشريعا لأنه سكوته جليل على جواز ذلك طيب شكرا بارك الله فيك وأنا تخصص عائل الحديث سودان ولله الحمد بارك الله فيكم وجساكم الله خير نعم شكرا شكرا حاوني أصفو سالسه وكيوندوكا كوني منبر حبو وكيونغوزونا والموا وكيونيشا ونجزا 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 نعم شكرا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله من شرع الدين هداية للمؤمنين ووفق من شاء لتمسك والتحلي بآدابه فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم ثم الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الذي بعثه ربه بدين الحق ليظهره على الدين كله ولينقذ به البشر من الظلال والفوضى ويفديهم إلى الخير والبر وكل ما يحقق لهم السعادة في الدنيا والفوز في الآخرة اللهم اجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة اللهم فصل وسلم وكرم على نبي الهدى والرحمة وعلى آل وأصحابهم ومن تفعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال سبحانه وتعالى في محكم تنزيله إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث كلكم راح وكلكم مسؤولا عن ضعياته واشنوا مزكو من كرقين زيويتم فيزي من كرقين زيويتم تداد بنا عمر بإشو ساتورا أمبايا بلا شكا أميكوجاكم وكلي سعنا إبو وزير وإلين كريب سان منيديويتم مدير ومهد المصباح الإسلامي أمبايا نميه بيا نميونغوني مواو شيخ أسبت بليمان سعيد شيخ قاسم شيخ ناصر إسماعيل إمام مكو عباد شيخ أمر كحانجي الشيخ سادم صديق فضيلة الشيخ أحمد المصطفى أحمد المصطفى نصباح شكرا أميونغوني مصطفى 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 مات siru sufun illa habikuwa tsharaa. Yani kwa sisi wapuapwani wanasema jahazi aliwezi kuenda bila kuwa na tanga. Tanga nile. Ndoki niweka jahazi lina kuenda. Kwa iyo hawawezi kuenda watoto hawa ilmu zote hizi maarifa yote bila kuwa na hawa wadhimu wadufanya hii kazi. Mwenye zimbo kubarikini sana. Chua wiki na historia nacho. Lakini kwa kuwa muda hakuna nisiseme kwa fupi sana kwa sababu na ugeni kama huu ni mealikuwa kuwa ningeni rasmi na matangazo ya mitolewa katika shuguli inafanika kwenye holi moja hapa mdini kumukaribisha mweza ramadhani. Lakini ni muambia waendele na mimi nidye kumuunga mkono ndugi yangu shahazbat katika shuguli hii ambayo na husika sana katika shuguli hii. na na nafasi yangu katika ya mbohili ambayo shuguli hii ambayo shahazbat katika lifanyo. Mimi niseme kufuku sana hili suma hadithi ya mtuma muhammali kulu kumbura wa kulu kumbura wa kulu kummaskulu na adha ayati. Kuna kila hali nakina kila ngufu itumike kwa wazanzi kuatikisha wakitawawo wanapatamisingi ya ilmu. ilikuwa ndani yake inamalezi. Kazi nileliona hapa. Sikusomesha tupekiyake kuna malezi tarpija toni islamia. Ambayo hili mwengu ibishasa unapigana na unalia kutokana na malezi. Ilmu ilofundisho hapa ni kiwango chajuu sana. Leo na wafongeza katika fungezi kubwa kabisa. Mmetufisha nguwo katika mdiwe keresalama. kuwa mmefikia katika hali ambayo. Mmeweza kutuwa watoto diploma na wengine kukhapeleka choki kuhu. Nagiuliza wakatu watoto wale wanazunguza hapa. Na ilikazi ya ilmu yonat. Tulikuwa wapi. Kube hakuna ambalo haliwezikaniki kufanyika. Kuhu ni wezo mkugwa sana. shaas batinaweza kumunyizimu kwa takulipeni kila lakere. Tulipuwa anza tuwa hiki. Talikuwa kidogo. Lakini kuwembe wanasemu wafahili penenia pananchia. Na hii yote ni kwa sababu. Watu wa mishindwa kuweka misingi imara ya kusimami ya bini katika mngi. Kama inaepo misingi imara ya kusimami ya bini katika mngi. Tutapata matunda ya namna hii. Mimi niseme. Na wapungeze sana wazazi. Ambao mmefanya kushirikiana na walimu. Kitu chochote hakiwezi kusimama bida kupatika na mashirikianu ya pandembili. Baina ya walimu na baina ya wazazi. Ndiyo anapatika na mtoto bora. Pakitokia tutatizo kwamba. Mzazi na walimu hawako sawa. Ndiyo ya yule mtoto. Hamtopata watoto kama hawa. Nimizungu wa bariki watoto wote ule kujihafa. Kutupa mawaitha na kuwonesha ilmu mbali 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 mbali. Yanosu mwahati. Kwa hawa watoto. Uki yetazama ni ilmu kukwa sana. Ambaye kuna bahadhi ya watu wazima hawa ya jui. Kuna bahadhi ya watu wazima hawa ya jui. Unaweza ukakamishikitini ukamona mtoto na suali shuku zote. Zaidi ya miaka kumi. Ukamsumamisha. Tukamambia. Haa nieleze mambo matano ni kufungu za suali. Ukiafanya ndani ya suali. Au nieleze mambo gani. Katika suali ni nguzo. Katika suali ni suna. Haa nieleze mambo matano. Tuambaye ukiafanya. Ubu wako unatenguka. Ii tuambaye na suali. Ni yaka kumi. Unaweza ukamuulize ilu. As kujibu. Lakini anasuali. Lakini anasuali. Kwa hiyo. Hapa tunajifundisha. Kwamba. Kira tulifanyado. Tuwe na misingi ya ilimu. Ambaye watoto wetu. Kwa metengenezo. Kama katika hali kama hii. Minu isha haslet. Generosmi. Miseme kwamba. Kwangu leo. Nimipata. Fundisho kubwa sana. Kwamba tu badilishe tunji wa delisalama. Na hakuna gisi choweze kana. Chochote kinaweza kweze kana. Watoto wanavipaji kubi vikubwa sana. Tumuaficha majumbani. Hatutaki kuwatowa. Na matokio yaki. Tunakudia kupata watoto si watoto. Na mnagani leo. Wazazi. Walivufuraika. Ukisiwona hapa mtoto wako. Amismama akizungumza kufasaha ilmu. Imetolewa ilmu hapa ya dasa. Kuhusiana. Na utaratimu. Wakuingia na kutoka mwezini kina mama. Bersa lile ni muhimu. Ni muhimu badaye kina mama wenyewa kiwa pekeyao. Pengene na sheaspat. Lieneleze. Na kuomba sana sheaspat. He. Hili kusema pekeyao na wewe usha niolewa. He. Liye melezo le dasa sheaspat. Madae hata baada ara mwabani. Wamba fursa. Uwafanie kila mwishu wa mwezi. Liledasa sapekeenu. Pamudia na yule binti ya lorosungumu za muhimu watakulipeni kila lakhiri. Mime. Ito ya shukurani za mwabati. Kwa kuwa yisasa na yidakia katika hafla nyingine. Na kuipongeza chuhiki. Mwenyezingu awalibe kila lakhiri. Awafunguliye baraka. Awajaze ilmu wa dimzao. Na mwenyezingu ajaliye. Mshika manoguu. Na madrasa hii. Itafika baada sana in shaka Allah. Baada ya kuwa si mahaa. Nama mbiroboosu sana. Nidika katika hafla nyingine. Miminimu zainu. Tutanidika kushirikiiana. Usiku namchana. Wa ma alayna illa albalahu mubi. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naxnu banat wutafur thani sanoi. Mukaddimu. Ismi Aisha bit Nassur bin Saif al-Jawwariya. Ismi Jaha binti Abzalla majid al-Harusiyya. Jumaisi mamma mbeleyanu. Wapaw yun benfubi kwa jili awasas. Mbiroboosu al-Jawwariya. Na kusikiza makini. Kwanza vipi yako hali. Baba na mama wazima. Tangu niende safari. Yafika mwaka mzima. Tangu hali ipo shawari. Madame badona hema. Wasesi wapongangari. Kiaste situ koviema. Haya na kupahongera. Matokeo ya shuleni. Nimeona upobora. Mwanzo mwanzo kileleni. Mwana nimesha zoe ya. Shuleni minamba wani. Zawadi nyingi napewa. Sile ota mguzamani. Ilecha kusikitisha. Matokeo ya shule. Masamo ya kwa ya dini. Kwa kweli umeanguka. Upo sifuri kwa nini. Wallahi na niliza. Kila siku mwisho mimi. Na shukuru antikuja. Nita kuambia kwa nini. Baba mi anihimiza. Nisome sana shuleni. Navibo ko anipigya. Tenana usiku tuisheni. Madara sakapuza. Asema ya kazigani. Hajawa hipo niuliza. Mbona husomi kurani. Yafika mudani vidi. Natoro kamitisheni. Borani we mkaidi. Nakwenda madara sani. Kutona muomba ya rabi. Hihali mpakalini. Naomba muongo zeabi. Abase nuru ya dini. Adaya chuhu hanipi. Kwa mwesiel kumbili. Kwa keaio na nyingi. Kila siku ni subiri. Shule ni mamilioni. Hato watena haraka. Hata uzito haoni. Hila chuhu ni mashaka. Wallahi na wawurumia. Walimu wa madrasa. Magumu wa na yopitia. Yoropi achawalipa. Pisa sineni na yopia. Dahiyo na changa changa. Madera sana lipia. Hili halijui baba. Kwa kweli ya huzunisha. Hali unayopitia. Wazazi tutaulizwa. Jinsi tulivyo walea. Mtu memetu himiza. Mtoto ya napokuwa. Jambula mwanzo kufuunzwa. Kitabu cha kejaliya. Wasi ya wangu minatoa. Wazazi ni sikizeni. Elimu totoko obora. Yadini na yashuleni. Iladini ya tangulia. Ngufu kubwa tuipeni. Naona tumepotezea. Ya paso tuzindukeni. Haya mwanangu tulia. Tayari nishasikia. Wakubabanta mwambia. Na tutalishulikia. Sawani tafurahia. Na moyo utatulia. Mamboyaki wasawiyya. Matoke umtadiyo niya. Wahala salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Wa alaikum salam. Baba. Anawemiza mwanami sana yende shule. Lakini madrasa ni mtihani. Masomu wa shule nafuru fizuri. Lakini madrasa anafili. Sababu takuwa baba au mama. Au mlesi wa hao. Inapelekea kuwa hivyo. Unauwa kukweli siyomi singi mzuri amba tunaitajia. Ulemu diploma. Diploma wa sana wei tafadhala ala manaswa. Diploma wa sana wei tafadhala ala manaswa. Otulivu kidogo. Otulivu. Tunaomba otulivu. Madada na makakawa shule ndiyo hawa hapa. Antuna huna. La. Fauda saa. Ma nilu fauda huna. Niamazeni eh. Niamazeni. As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ayuhal eukwya. Amamna Altsaf. Altsaf. Althani Sanoi. Wakuzalik Al diploma fi sanaa laulah. Maatil tohin maan. عندنا ثلاثة مواد أمامنا فمدى الأولى عن أصول الفقه وكذلك المدى الثانية في فقه الأسرة مع علم النفس بالصراحة الوقت كالسيف قد فاتد الوقت ولم يبقى أمامنا إلا لحظة أو لحظات بسيطة السؤال الأول في وصول الفقه ماذا يقصد بالكتاب؟ ماذا يقصد بالكتاب؟ الكتاب هو المرسوم الكتاب هو الكتابة مصطور وهل إذا عدم السطور أو الكتابة داخل الكتاب؟ يسمى الكتاب أو لا؟ إذا عدم الكتابة داخل دفتر هل يسمى الكتاب أو لا يسمى الكتاب؟ لا يسمى الكتاب لا يسمى الكتاب إذا الكتاب بمعنى الكتابة إذا عدم الكتابة داخل كتاب لا يسمى الكتاب السؤال الثاني ماذا يقصد بالقرآن لغة وإصطلاحا؟ القرآن لغة هو القراءة وإصطلاحا هو كلام الله تعالى أنزله إلى رسوله القرآن لغة القراءة أما إصطلاحا كلام الله أنزله الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السؤال الآخر في فقه الأسرة اذكر شروط الولي اذكر شروط الولي الشروط الولي خمسة إذا شروط الولي خمسة شروط الأول الإسلام البلوغ العقل إن كان خير عقل لا يجوز لا يصلح لا يستطيع مجلود أن يكون وليا الحرية الحرية كذلك الذكورة والذكورة لذلك الله سبحانه وتعالى أنزل جميع الأنبياء ذكور غير إناس فيها شكرا السؤال الآخر كم 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 ينقسم التحريم عند الزواج ينقسم ينقسم التحريم يقول تحريم في سواجد النوعان تحريم المؤبد والتحريم المؤقت والتحريم المؤقت أعطيني مثالي في تحريم المؤبد المثال هو تزوج أمك أو أختك ما حرم عليك الله سبحانه وتعالى أمك أو أختك أختها يصبح هرام عليك إلا إذا طلقتها أو ماتت حل لك الثانية شكرا جزاكم الله خير السؤال بنسبة لعلم النفس السؤال لعلم النفس أذكر ما أثر نقصان المواد الأساسية عند الأم الحامل نقصان المواد الأساسية عند الأم الحامل يسبب إلى أمراض الجنين مثل ضعف العقلي ونقصان في الهيكل العظمي طبعا نقصان المواد الأساسية عند الأم الحامل يؤدي إلى ضعف الجنين ضعف عقلي كذلك النمو في العظام لا يكون كامل يكون فيها نقصان واضح فهذا لا يعلاج لها في حياتها كلها شكرا جزاكم الله خيرا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته سمعنا هذا فهذا في كليزا مدى أصول الفقهي خلاص وفي أسئلة علم النفسي الآن سؤالين بس من علم الصرفي من لغات العربية سؤال الأول أطرح على الطالبات والطلبة جميعا هذا السؤال كم أقسام المجرد كم أقسام المجرد أقسام المجرد اثنين أقسام المجرد إجابة صحيحة إجابة صحيحة أقسام المجرد من يمثل عن قسم الأول من أقسام المجرد من يمثل من أقسام الثلاثي نصر ينصر من أقسام المجرد الثلاثي مثل نصر ينصر هذا نصر ينصر ثلاثي مجرد من يمثل الرباعي المجرد دحرج يدحرج تحرج يدحرج إجابة صحيحة علماء الصرفي وضعوا أبواب في الثلاثي المجرد لو قلت فعلا ذهب يذهب هذا من أبقاب الصرفي في أي باب يوجد هذه الكلمة شارب يشرب في أي باب يوجد هذه الكلمة شارب يشرب في أي باب هذه الكلمة في أي باب توجد هذه باب الرابع باب الرابع إجابة صحيحة خلق يخلق هذه الفعل توجد في أي باب من أبواب الصرف الثلاثي المجرد خلق يخلق خلق يخلق خلق يخلق في أي باب توجد هذه الفعل من أبواب الصرف الثلاثي المجرد خلق يخلق من باب الأول من باب الأول بارك الله فيكم جميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته من أبواب الصرف الثلاثي المجرد أعند بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رسالة التخرج مرحلتي الدبلوم والثانوية عام 2024 محترم ضيف شرف قالت معهد المصفاح الإسلامي آباء ومربون أيها ضيوف المدعوون الآباء والأمهات والمربون والطلبة الجميع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اسمي عوينة زاهر محمد الفطرية خريجة الدبلوم وقفت أمامكم نيابة عن الطلبة المصفاح الإسلامية قراءة الرسالة المتعلقة بالتطور التعليمي في معهدنا كما يلي أسس المعهد بالتاريخ الثالثة شهر مايو عام 2010 وكان الطلبة حينئذ عدد لا يزيد عن 47 طالبا وخمسة مدرسين وثلاثة غرف فقط والآن عدد الطلبة لا يقل عن 270 طالبا وأفثر من 20 أستاذا وعشرين غرفا وستكون قلة الأدب عدم شكر الله بقول الحمد لله رب العالمين بدأ المعهد بتدريس الموالي الآتية القرآن الكريم قراءة وكتابة اللغة العربية سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في مراحل الروض والابتدائية كما يقول العرب العلم في الصغر كالنقش عن الحجر واستمرارنا بذلك إلى أن نصلنا إلى مرحلة الثانوية حيث تعلمنا مختلف المواد مثل مواد الأخلاقية وهي فقه الميراث فقه الأسرة والنبراث والجنائز ومواد اللغوي مثل النحو الصرف والبلاغة ومواد الاقتصادية والتجارية مثل فقه المعملات ومن جانبنا كخريج الدبلومة تربية اللغة العربية وتربية الإسلامية استطعنا تعلم كثيرا بقافة النظر أننا بدأنا بمواجهة الصعوبات وعراقل في موادنا وأخيرا حققنا ثمارا كثيرا كما قال القائل مهما كان العلم مؤلما فلن يكون أشد إيلاما من الجهل وأيضا حينما بدأنا الثانوية كنا أكثر من عشرين طالبا وبدأ يقل عدد الطلاب إلى أن نصلنا الدبلوم ونحن تسعة الطلاب غير أنه تمكننا من التخرج ست الطالبات وكل هذا من إرادة الله سبحانه وتعالى حيث مررنا في فترة صعبة لأننا كنا نجمع كلا مدرستين الحكومية والمعهد ما في آن واحد ولن نيأت في ذلك رغم كوننا تحت الضغط بمواد حكومية إذ ما لا يترق كله وهذه المعرفة طورت عقولنا مع تطبيق نفوسنا وتمكننا من مواجهة مجتمعاتنا وتربية قلوبنا في أخلاق حسنة من ضمن تلك المواد علم النفس وفق الأسرة في مختلف المذاهب وترك التدريس والمناهج والتقويم ووصول الفقه ومواد اللغوية وفنونها ويختلف حاضرنا من ماضينا حيث استطعنا فهم الإسلام فهما فائقا كما فهمنا اللغة العربية أيضا لأننا نتعلم لكي نعمل يا معشر الطلبة علينا أن نجتهد بسبب من لم يرد سعود الجبال عاش أبدا الجهر بين السفر لذلك نمثل ما قرأنا بانتثال أوامر الله واجتنا بما نهاه حتى يفارق بيننا وبين الجاهل كما قال الله تعالى بعدهم بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون لذلك أيها الآباء والأمهات حسوا بين أفهم التقاء بالمدارس ليتلقوا دينهم ويستفيدون كما استفدنا ولا تكفى أحد بالقليل الذي معه إذ من قال أنا عالم فهو جاهل أيها الآباء عليكم أن تلتفجوا إلى المعهد بعين الرحمة والتطور لكي يتحقق أهدافه وتشارك من المدرسين في تربية الأبناء إذ العلم بلا أخلاق كشجرة بلا أوراق وأيضا ما يتعلق بالرسومات المدرسية على الآباء رفعها بأسرع الوقت الممكن لكي تساعد هذه الرسومات المعدات المدرسية وإجارة البناء والكهرباء والماء أيها الأساتذة المحبة عفوا لتربيتنا ورعايتنا الله سيكافركم بالصعاب التي واجهتموها أثناء تدريسنا بأن قطوات التدريسية تحتاج الصبر بسبب تراوح في مختلف البيئات لذلك لا بد من احترام المدرسين كما قال الشاعر قم للمعلم وفه التبجيلة كاد المعلم أن يكون رسولا وأخيرا شيخنا ومربينا شيخ أسباث يطيل الله بقاءك ويطيل عمرك وينفعك في الدنيا والآخرة ونعترض أنه جميع الناس بمختلف أنواعهم ينتفعون بك وأنك لست مقصرا للفضائل وفي كل وقت أنت جاهز لتلبية جميع ما يتعلق بالدين للمحتاجين حقيقة ما عندنا ما نكافعك بل يكافعك الله بحمد المكافأة وليس لنا إلا الجعاء والشكر إذ من لا يشكر الناس لا يشكر الله وبالله التوفيق هذا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تكيونغوزيك من الرسالة مشير من موجة كسيما لولا المعلم ما كان الأطباء ولا تفنن في الإمار بناء فالتكرموه ولا تقسو عليه فما أهانه غيرو من في عقل هداؤ وسلم نعم رسالة هيا نفصيري وقصيري إلي وتوزيك ويفات نعم رسالة يوهيتم وديploma مشميو مجني رسمي ومغوز ومعهد المصباح الاسلامية وزازي نواليزويتو وغني وتو والiku وakina baba na akina mama ونفنزي وتو كو جملة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Kwa jina na ito Samira bin Saleh Muhammad ya kutaywania miongoni mwahitimu wa diploma nimesimama haka kwa niyaba ya wanafunzi ote wa maahadi المصباح الاسلامية kwa sumia risale inayuhusu maindeleo ya kielimu katika maahadi yetu kama ifuatavyo maahadi ilianza tarehe tatu mwizu wa tatu elfubili na kumi wakati huo inkijumuisha wanafunzi wa siozidi 47 walimu wa siozidi watano na viumba pa madarasa vizu siozidi vitatu lakini kwa sasa kuna viumba pa madarasa vizu siozidi 20 na wanafunzi wa siofungua miambili sabini na walimu wa siofungua 20 itakuwa ni ukosefu wa fadhila susipomshukuru mwenye zmungu kwa kusema alhamdulillah kwa kufanikisha maindeleo haya na pia kutuezesha kusherehekia maahfali ya kwanza ya wanafunzi wa diploma na maahfali ya tano ya wahitimu wa sanawi katika mwaka huo 1224 ambapo ya kwanza ilifanyika mnamu mwaka 1227 na ya pili ilkumbili kuminatisa na ya tatu ilkumbili naishirina moja na yanine ilkumbili naishinambili maahadi iliansa kwa kutuwa masumu ya fuatayo kur'an kusuma na kuandika luba ya kiarabu sirayam tume sallallahu alayhi wasallam katika fiwango vya chini kabisa pamoja na kuhifazi katika madarasa ya fiwango vya rawba na irtidaiya kama warabu wanafiyo sema ala ilmu fisila kenakshi ala alhaja ilimu katika umri mdogo ni kama kutianakshi jiwe na mpaka kufikia kiwango chasanawi ambapo tumejifunza masumu mengi kama vile somo la miras na masumu ya lua kiarabu nahu sorfu balaga na masumu ya biyashara na uchumi kama vile fikhi muamalati na masumu ya nauhusu utu wa binadamu kama vile fikhi lusra anibras, janaiz, tarikh, fikha ibadat na masumu ya nauhusu jamii kama vile familia, mwanaume, mwanaumke, mtoto, mzazi malezi ya watoto na mengine umengi na sisi kwa upandewetu tukiwa wahitimu wa diploma ya uwalimu waluga ya kiarabu na masumu ya dini ya kislamu tumeweza kujifunza mwambu mengi licha ya kwamba tulipuanza tulikabiliana na ugumu na tabu katika masumu yetu ila chabuhisi zikalecha matunda kwani mahma kiana la ilmu muuliman falai yakuna ashaddu ilama minaljahli haijalishi ilimu ni chungu kiasigani haita kuwa chungu zaidi kuliko ujinga na hata pia tulipuanza sana we tulikuwa wanafunzi zaidi ya ishirini na katu tulipuosongambele kimasumu idali ya wanafunzi iliaza kupungua na mpaka kufikia diploma tuliaza wanafunzi tisa ila kwa sababu zilizo nje uwezo wetu tulifanikiwa kumaliza wanafunzi sita na haya yuti ni kwa taufiki ya Allah alituwezesha kupangilia mudawetu waki masumo kwani tulikuwa tunasoma masumo ya shule na wakati huo huo tulikuwa tunahuduria maahad na kujitahidi katika masumo yetu na wala hatukubagu wakati ya masumo haya na hatukukata tamaa katika masumo yetu ya dini ya pukuwa tulibano na masumo ya shule kwani ma la ayudra kukulu la ayudra kukulu kisichoweza kupatikana chote hakiyatu chote na ilimuhii imezidi kukuza akilizetu na kuimarisha nafsi zetu na kueza kukabiliana na jamii na kulea nyoyuzetu katika akhla kinjema kutukana na masumo tuliasoma kama vile ilmu nafsi ambayo ni psychology tiki lusra ahuwalu shafsia kulingana na madhehebi yote walimu ambayo ni turu kutadiris mitaala tathmini na upimagi usulu lfikhi na luga kiarabu na fanizake tulive sasa ni tufa uti na tulipo kuwa mwazo tumeweza kufahamu islamu na luga kiarabu kwa kiwangu chajuu kwani nahnu nataalam ni kei naamali sisi tunasoma ili tufanye kazi na waomba wanakunziwe nzangu ote tujitahidini kwa sababu malam yuridi suhuda njibala asha asha dahri baina lhupi asietaka kupana milima ataishi milele kati ya mashimo hivyo tumie yote tulio kumbishwa na kuyafania kazi katika kukuwata maamrisho ya Allah na kukatazika na yale yote tulio kateswa na mumba wetu ili tuweze kuwa tofauti na wale ambao hakupata kusuma dini ya Allah anavyo sema katika kitabu chake nkola ana alimu fa huwa jahilu ata kaisema mimi ni msomi basi ye ni mdinga pia tungeomba wazazi na walezi muitazame mahadi hii kwa jicho la maendeleo ili jihudiz na zofanyika zifikie malengo na muonyeshe ushirikiano na walimu katika malezi bora kwetu na kwa ndugu zetu kwa sababu ala ilmu bila akhlaki kashajaratin bila auraku ilimu bila akhlaki ni kama mti bila magiani na muatakabithi risala tunomba meza kuwa simame waweze kupokea risala hizo mbili zote zikabithiwa na wahitimu wetu awena binti zahur aliesoma ya kiarabu pamoja na samira binti swali aliesoma ya kiswai ndugu mgeni rasmi ndugu wazazi ndugu walezi na weza nikasema awena binti zahur amengia mahadi misubahi islamia akiwa na miaka saba nani amesoma zile a arnabu tunomba mkai kupokea risala tunomba mkai salamu alaikum warahmatullahi wa harangati tunomba mkai qajaa wa haami uh yea en un ترجمة نانسي قنقر 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 ناوكيكو وعربيكو وعربيكو بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السادة الشيوخ والاسادة الحاضر بالله وسادة البيوت والمعلمين في المدرسة المصباحة الإسلامية السادة الآباء والأمهات وخصه بالذكر مدير المدرسة المصباحة المصباحة الإسلامية الشيخ أصباط وضيوفه للكرام وبهذه المناسبة العثرة نتشرب ينأوكي ببساطة عدو الكلام وعجز الكلام ما لا شهدناه من تقديم عجز الكلام ما كان بجعبتي أن أخرجه ولكن أشكر على أيدي الأمهات والمدرسين وكذلك على ما يدلوه من هذا الجهد من تقديم من دعم وهذا ندل على شيء ما يدل على هذه النتيجة التي لها إنها من أولادنا وابناتنا في هذا الصرح الكبير ولكن هناك ريقات بسيطة عامية تقال عندما نواجه الجهل نقول الجهل بأمر دينه كالجهل بأمر دنياه دروني نتسلح بالعلم لا يغرنا من كان دو علم إنما دروني أن يتحسن ويكون دو دين وخلق وأساس التعليم في الإسلام هنا يبدأ من الأسرة بعدها ينتقر بمراحل حسب التدرج الذي نرى فأتى بعد النوقات في هذا أتى رسول الله عليه الصلاة والسلام عندما تكلم بعض الأحداث من بينها علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخير عندما نراها فبقى أن هذا الأمر هو أمر عديد بمعنى نتعلم تعليم العادة بينما هو هدف منهم هو القوة والهدف والقيادة ونرى أتى هذا الأمر في زيت في زيت الهدحارة أو يسامه في زيت عندما قاد جيش المسلمين في عمر السابعة عشر من عميه فوجدت فيه هذه الصفات فوجدوها بالقيادة ولا ندرك الدعاء وكذلك الدعاء عندما نقول والذين يقولون هدنا من أسواجنا وتر يدنا قر يتعينوا واجعلوا المتقين إماما فأملوا يا أمحاتنا وأبائنا أن أخبارنا تأخذ فأخبارنا تأخذ من أفواحنا فلكن هذا الأمر هو أمر عندما نتكلم عليه هو دائما يحط على أقنائنا للعلم والتعلم لمواجهة لمواجهة هذا الأمر لدينا راعه أمامنا من الصعوبات في الحياة التي نمر بها وما نكون إلا أن أربنا يوفق لكم ومن تهيذي فرصة بنا نقول لكم رمضانكم الكريم إن شاء الله ونحن على أبوه بعد هذا الشعر الكريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باركم شكور الله نكون تكرحمة محمد صلى الله عليه وسلم من دونيكو جنبولا كتكا اليوطانبليزا الكوبونجيزا والين na mudhuru wake Shekhe Aswap kwa gitihada kubwa ambazo kwamba amezineda na kufalikisha safari hii ya wanachuni hawa lakini lakini pia hile hile amewapungeza wazazi ambao na pia hile hile kusifie kitihada za watoto hawa ambazo kwamba omezionesha katika manashi pale mbele ya machuetu lakini lakini hile hile ameelezea so lazima lauduhini wa ilmu hii mundo kitu ambazo kwamba kila mtonganisha mtu kutokani na ujinga kuna ujinga wabini lakini kuna ujinga vile vile ya madini na ameelezea vile vile nyu madini natabia kama ambazo kwamba wanafuzi yetu wamelezea so lazima lakini natabia na katika ripoti vile vile ameelezea na vile vile ameelezea juu ya so lazima ya hadithi ya mtu muhammad sallallahu alayhi wa sallam alipoeniza watu ya wake kumba alilu auladakum asibaha wa rinaya na fundisha rtozelu kubilewa na kuyusha mishare lakini hii ni ishara katika zamazile zamazile likuwa mishare nikitu cha muhimu sana mtutokudua katika kukabiliyana su lazima watabtadi kama vile kuinda wa nyama na kathalika lakini vile vile kukabiliyana na madini ambapo hii ina reflect katika mishaito katika mishaito katika mishaito katika mishaito katika mishaito katika mishaito sallallahu alayhi wa sallam ili misili katika mambu mzima ya mishari na kogolea lakini zama zinabadlika kwa hii ni kama ishara kwa mba wakutozae tutofunishe dini tutofunishe tiki nwawe gila mbo mingini lakini vile vile aliolezea katika mishaito lengo kubwa ni kuwa hawa kuwa na mguvu mtu kima diya kima anawiya na kifikiria na vile vile na vile vile ametua mfano wa usara kinsaito alikuwa ni mtutombogo wifi ukihinganisha na wakuto ambaw kwamba likuwa nawaba mbojina wakati kaza mazili lakini haliweza kuwangoza yeshi kuwaka mkuu wajeshi mtu wambogo kakubaleza jabaleze MEKA 13 kumina nini wakati kuna wakuto wegeomidi webeka stini sabini bababuza uzake unini lakini haliweza kuwangoza yeshi na kuweza kukambana na kushiri a zinashilo Kwa hiyo ni kuonesha tuwe tuhaa kumudia udogeyao Tuwashivishe vitu tuwepe mduvu Watueza kutuwa mfamu kubwa katika jamini Kwa hiyo haa ngema kubwa zaidi ambakwamba Kwa na muhasi kwa ameelezea Na sina ziaga la kukizaza hapa Sipakuwa zaidi tu nijitiada kubwa ambakwamba Hamezifongeza kwa walilu na wanafuzi Lakini khasa khasa Mdilu shekhe yetu shekhe Asbat Kina sinungu wa mzidishie Kiela kheri na tulimia katika meshake yote Kwa hiyo ni kuonesha kutuwa mdilu Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu Hame alami Wa salatu wa salam Ala rasulillahi wa salam Amma baada Wagini walikwa Walimu watu kwa jumla Nawazazi Nawalazi watu kwa pamoja Pamoja na nafuzi watu Assalamu alaikum Waramu alaikum wa barakatuhu Wa hada kumshukurzen권 subha'ata'ala Wa kum αutingea rahmatullahi wa barakatuhu Namatuma sallgga wa wa salam Wa namajji ya gurusema Ya khuan zagl Zomba Malnala yashkuru nasa よしkuru allaha Ambikwa ambakwa kumshukuru Shukuru Binn возможность zaaki Basya kumshukuruismu Subha'na wa ta'ala شكرا لكي ي疗ف وزازي Kazi ngumu sana panika Kazi nzito Kwa sababu kazi ni jihadi Na hakuna jihadi ilaini Kazi ya kusumesha ni kazi ya jihadi Mualimu yumu kwenjihadi Manafunzi yumu kwenjihadi Nzazi yumu kwenjihadi Ndibili kuba sana Kili paniki ili kusudi watoga fanikiwe Au msumi afikie kiwango Kuna mfana marakamu natuwa Kwa mba Wanafunzi Wanafosoma siyo kama mbegu za mahindi Au mtama au za mpunga Unapanda mbegu 50 Zinaota zote 50 Na huwendo kwa puna zote Au zikaaribika mbili au tatu Lakini ya ilimu Unapusanya nafunzi miya moja Ukabaratika ukada manafuzi mmoja Basi mkuba sana sema Alhamdu ili labi na alamini Maramoja Niwambia dikawalimu yetu Kwa mba wanafunzi ambuko Kwa mba wengi ya diploma Mba wengi ya daddy yao Wakasewa wengi sana hao Dayasa nyumba zilikuwa mbili Walpukwa sanawe Lakini walishia dayasa moja Na ilimu wengi ya chandi kukungua Dijihadi kubwa mno Kwa kiwango jonesha wanafuzi wa thanawi Niku wango chajiwa Cha diploma Niku wango chajiwa sana Kwezi kuningarisha kwa wangu cha thanawi Na kiwango betikuwa betikuwa Walchukwa nacho wa thanawi Niku kubwa Siyo chewatu cha idadi ya wala chidai Kwa iyo Nijukumu la mzazi Ajidiwe kwa mayumu Hoda ni ya ibada Kumsumesha mtoto wake Dini yake Nijukumu la mzazi Kumsimamia mtoto wake Nijukumu la mzazi Kujua kama Ataulizo suwa kteyama Vipi ameweza Kupeleka dini hii mbele Vipi ameweza Kusimamia mambia dini hii Kupeka mbele Vipi ameweza Kusimamia ototo Irani Jama Na marafiki Nandugu Ili dini yendebele Tuondoshe Kaudi moja Watu wengu mzoya Kusimamia dini Nikusali Peke yake Dini Nikufunga Peke yake Dini Nikuji Peke yake Jawa habana Adini muamala Alposebo na mtuo Sallallahu alayhi wa sallam Kwa madini muamala Mana ake dini Nimasomo yote Dini Mpaka geografi Jimo Dini Nakemis Yoteikuta Katika dini Nabolo Yoteikuta Katika dini Utakutia Haliya hewa Katika dini Haliya hewa Katika dini Kipo Watu wakosoma Psychology Almu Nafsi Wakasema Haa Tumye Someswa Sisi Kule School Shule Lakini So kama hivi Haya Machache Yani Shule Machache Haya Hapa Nini Nini Kimno Kwa sababu Hapa Kuna Fitabu Anasoma Kitabu Kizima Siyo Naon Yeshua Kwa hiyo Altu Kusoma Shule Anakudia Kusoma Kwa mapana Tumye Tumye Almu Nafsi Yani Psychology troops Kwa Shule Atafa Huka Kwa Tumye Va Kon Tipo Naon Waja ле Ra Tha Kusatti Waja Tunahah題 Nini ikapua Miluk Fу F Kusom سيدا Raha ya somo hili ladini Na masomu haya Tunasobesha Ntoto hiyo ya mbe kwamba Ikiwa yuko form 4 Au 7 Akafanya mtihani Hali ya kuwa na soma ladini Angalia matokeo Ni makubazaidi Kulikoni ya mbe kwamba hasomi Uliweza kufati juzu ya ama Uliweza kufati juzu ya tabaraka Uliweza kuhifati Kita kukizima Uliweza kufati Definition ya geography Definition ya biology Ya chemistry ya physics Uliweza kufati mirafi Kuchindo kujua Simultaneous equation Mepesi kabisa kabisa Koto jidahit Wa haya Salamu alaikum Wala matullahi Wa barakatuhu Kukwane tunamugini wetu Ni mkugezi Wajiji Wa salama Hamechukua nafasi Waziri Kukwane kujia waziri Naibu waziri Sasa Kukwane 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 kiyunguzi wetu Kukwane kukaribisha Inshaava Hameona mengi Atatua waleweona Atatua Kisiyazake Inshaava Wala Faba Kukwane 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 I Kukwane 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 Ntonguzangu تيوانجيا تيوانجيا نيني بسبب unakotanguliwa kuzungumuza mahawa wanazuoni wabobe kama alikotanguliwa kuzungumuza Shehera Basi na badanya mekuja kuzungumuza Shehera Asbati lakini tumewana viongozi yetu wengine wengi wamezungumuza طalibia kila kitu طayari kimezungumzwa mimi naomba mila kufuta yote ambayo ya mezungumzwa miwagikishie wazazi wengangu mabili na magwana ambayo tume kuduria maafali mimi pia mdini rasmi ambayo mime kuja kaniaba ya naibu waziri wa ilimu kupitia maafali haya mimi pia leo nilikuwa mwanafusi kamoja na ukeni rasmi lakini mimi hapa nilikuwa mwanafusi mime pata furusa kubwa sana 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 ya kujifundisha tangu nilikuwa ingia hapa mambo mbalimbali ya liofanyo na wangitimweku wazanawi lakini na mambo mbalimbali ya liofanyo na wangitimweka diploma kwa dhati ya moe wangu nilikuwa madeni sana kasababu nimeona kazi kubwa na jiitihada kubwa sana nilizofanyo na kituo chetu hiki cha mahadi al-islamia nitumye furusa hii kwa dhati ya moe wangu kupongeza kata wangu lugu yangu shee asbat lakini nipongeze shee kasiu lakini na uongosi wote kapisa wakituo hiki walibuetu wa almahadi wanyezi mungu kukweli awalipe kile nila lahere mimi inalangu kama ni vatampulishwa naika jomari mwisho satura mimi ni tumishuenu wananchi wa gigi la dare salamu zamani ili kama nispaya ilala wanafati ya mkuruginsi lakini katika siku hii ya leo lugu yangu sana na hibu waziri ambaha ndekutuwa na zarura nyingine haka nisihi sana 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 kutokana na uzitu wa jampo hizi haka niomba miache shuguri miahirisha shuguri mingine zote ili niweze kuja kudimuhika anani na mimi nisimie furusa hii kwa dhati kapisa nadani likuwa nimpangwa mwenyezi mungu kwa sababu kama ngekuja mwenye pasi naweze kana mimi nisimie pata haya maharifa mpayo leo mwenyezi mungu wa minuwezesha kuyapata lakini mimepata furusa ya kujua niti hada kubwa sana zinazofanyo na kituo hiki ambacho kiutawala hibu ndani eneo letu la wilaya ilala ndani yaman jidilekula la daresla jambo kuhu mwaja niweze kwa mba ujenzi wa taifa leloto hile duniani inaanza kwenye ujenzi wa watu wake watoto wakia katika atuwa ya awali kabisa ukochi kwa hizi nafokana taifa lilofanikiwa inatagemea unabisiundi ili waandariwa sasa yamelezo mengi hapa na mimi nikona siki hapa wamasema kwamba unapomwanda mtoko misawasana kulipija tue polish eh misawasana jisya mpapo ndakulipija tue polish kazi hii kupo inafanyo na maharifa sisi kama serikali naomba nikumie kufa hii kusema kwamba tupo pamoja na nini na tutawaunga mkono katika kila jambu wa palo sisi kama serikali mtahitaji kulipata tupoka kwe kwa sababu mkazi hii kupo mnawefanya mnatosahibia sisi serikali ni wajibu wakotu sisi serikali kulianda taifa la sasa na la badai lakini yukweli usopingika kwa mba sisi serikali peketu hatuwezi tunagitaji kuhunga mkono na watu wengilu sasa kuna mtu mdine kata hajaanza jambo sara la kuja otisili kutaka kuhunga mkono lakini kituo hii kitamahadi alislamia wawo wameanza wamefanya mishoni wamekuja kutualika na sisi serikali tuje kuona kazi hii kubwa ni naofanyo na kituwa hiki mwajibu kwa kweli awajalie sana na sana na sana lakini ni watipongezo kwa kuandawa maafali hii kubwa na nzuri sana kama ambayo kumezingumta hapa moshoni kwa mbandani ya bimu uweja takazo mahala kupote kukutana kwa hile ya mwajibu kama hili ambayo tumefanya hii tumetumia platform kufanya inspirations kwa watu hengine tumefanya motivation kwa watu wengine watoto wadogo wameona uwezo uleonyesha na dada zao na kakazao ambayo wamemaliza diploma kwa hiyo inasababisha waketo watamani kuedelea lakini kwa pointe sisi yetu wazazi kwa kweli hatuduti mimi lazunumta kwa nyala wazazi wengine hatuduti kwa nini tuliamua kualeta watoto yetu kwenye kituo kwa hiki kutopana na uwezo mkudwa sana ambayo wamewonyesha kama msingi ndama kweli hii kwa zao kikabisa afanane na mtoto mungine ambaye amesoma elimu sawa na ungu hii ya kisekua lakini eho kukudwa kwenye kituo yetu malezi haya watoto hawa wawili mitofauti kabisa kabisa uwezo kufanane sisi kama serekali tunawalea wakuko hawa ili mwisheni mwasiku mwaje kuwa nunchango mkubwa sana kwenye uwezo wa taifaleti wawe madaktari wawe mainjinia lakini mwisheni mwasiku wawe wakina baba na wakina mama wafamilia sasa tinaweza tukawawana mwemeunoko mkubwa uweko danyajamii leo hii nambu ambayo waneudolea danyajamii ni kwa sababu hatuna wababa maura na hatuna wa mama ura hatuamini wazazi wabadae waliotokane na kituo wiki watakona changamuto wa malezi ya familia zao kwa sababadae si rahizi watakidau kwa hiyo tunayenelea kwa pongeza kwa sala la elhim lakini kwa sala la malezi mungani na hiyo mwesema hapa na mwemeunoko wazazi kuthania kwamba mtoto akato huduria masomo ya kidini kwamba tapoteza muda wa kusoma masomo haya mengine si upweli hata kidogo alhamdulillah minisi ya soma sana lakini mimejaribu kusoma na wato ambao waliisoma madras kupeli mkwamba muda wanaotumia wow kusoma masomo haya ya kisekula wanatumia mta mbogo sana kwa sababu kwa sababu brain zao tayari ni kubwa nino kwa sababu zimehifazi mambo mendika zimehifazi juzuo zimehifazi mambo mbalimbali kwa hiyo unakungweleza kusoma au kuhifazi definition ya chemistry biology kwa mailevoleza wapanda show aspect kukweli na kwanye dombo lakini kama kukawalea wato poweti na kuwajengea misingi hii niwaleze ni kushowa opia kukwambela mwedezi mungu kwa sababu tuko hapa biniani tutaishi kamoja na mafanikia hapa biniani lakini tukumbuke kwamba kuna akira kwa ni bizuri sana kukajenga misingi ya kizazi hiki chakumbia mwedezi kukaju ilivelezwa hapa minudie kusema kwamba mimi minajifunia sana kuwa sehemia wakini alivuduria katika maafali hii mimi majifunisha mambo menji na kwa sadatu kituo hiki kiko ndani ya eneo letu hini laulaa ilala na jiji la da reslam chewa sabati naomba mitatonea palishweni mitatika fituoni mimeona risala ikizungunda changamoto mbalibadi ishala mikakuja kutendea pali na tukaziona changamoto hizi tukashirikiana kuratilu na muna wakizikatua changamoto hizi kwa papamoja na wazaji wenzangu niwaombeni tuwainge nikono sana 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 kukule wakotope yote wanaposoma kama ni alimuntaziri au shule nikina yoyote tunalipa mamuhili niwa fedha kama ni fedha school yuko tunalipa kama milioni ya fedha kwenye school peace lakini istitui waeslamu ni nani natuadea kusema nini nani alituroga wakabu ndo milia jilaturi kama mitaani lakini minani alituroga kwa mba inapofita sula aladini tunadani jambo hili hatupashi kureka gituhada andani yako tunadani kwa mba nijamba mbalo dinatakia linde kwa kirabi tituri lita kuenda tu kwa rehma zamenezi mungu lakini nituhada zetu ninalitajika na tunichowamba wakwa wazazi wazangu edu tujaharibu kuungana kuatia nguzu wasinamiza kutuhiki kwa unge mkono hili hatimaye kuhiza kusonga kusonga mbele sana 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 nirudio kusoma kwamba kama serekali tunaitaji watalamu tunaitaji wazazi tunaitaji gemini lakini tunachangamoto ya kupata wazazi watalamu wali hatokana na malese ya rio ya rio dora mingi lewe minakwenda hospital tijui kama utakukuta daktari aneje kwa hila natato suka melewa alasi mi daktari hilo anataka kupami operation minane amba satako kutahadi daktari aneje kwa hila kutahali anataka kuchume simbano سجيني نانجا باباو يتاكوي بطايا kila mtu anataka kumuona mtala mataka imudumia ni yule ambaye amelelewa na kukulia katika malezi ambaye amezidatia utu hopu ya mnyezi mungu lakini hawa wanapatika nagi watadologa kutoka mtenduni apana, tuna wajibu wapamodja wakwakikisha kwamba, tuna wanda wataalamu hawa kwa hiyo sisi tuko paralarani huko tuna angaika na mabu mbegini tuna angaika na mashinga, tuna angaika na kakakaka tuna angaika na nini wakati mungine mungu hawa, tuna hasa hawa sisi kama serikali anapositopeza mtu mungine akasema komba, indelea kufambana na kakakakaka zako huko lakini ulezi wa familia ulezi wa jamii sisi tinaomba kukutaidie gembo hili kwa kweli, gembo la kupidia mfano na minakosa na muna ya kuwa shukuru al-mahadi mwenyezi mungu kwa kweli kama ilipoeleza na wanafuzi kwa nisemiyao ya msara tunaomba na mimi nilindani nao kukuondea shee asbat umri nilethu afya njema lakini panguja na ote wanao kusaidia tumeleza kwa mba wakati ni mali na mimi nisige tanani kuwa nilindaji ni kubwa sana ya nizunguja mbengi muhimu kuzingatia yale ambayo tumeeleza kwa naifwata muhammad nasar kwa naifwata nawafu salih kwa naifu salih kwa naifu salih الله تعالى اين هو ما موجود ناصر محمد ما موجود فهاجي محمد فهاجي فهاج محمد حقنا رميسة اين رميسة؟ الخفيزية خولة أين هي؟ آيات تعالي دانيا أين هي دانيا؟ تعالي بتينة تعالي رقية أين هي؟ وداعي تفηدت أين هي؟ أين هي؟ عمني أكثر عمني أكثر سوف نساعد أين هي؟ حيث، عمني؟ أين هي؟ كني مبائ Hannah Ibrahim و وسلم يسكن اشتركوا في القناة 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 اشتركوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة توقنيني مزاكي نتواري الاجمع السمانو يومي نتواري الى الفيديو وكيو يومي يومي يومي